تحيات سامة بوئيرو ما زال نرى لهذا السامة الذي ما زال يتداول بقره وما زالنا نبحث عن قمة جديدة لهذا السامة انا عايز اكسرها عشان اعمل قمة جديدة طيب لو احنا لاحظنا السامة ده عملنا بمنطقة البساطة عملنا موجة وصححناها وعملنا موجة وصححناها وما زالنا بنبحث عن قمة جديدة لهذا السامة طيب ممكن اخد اهدافي ازاي انا ممكن اخد اهدافي من القمة وقع لتشكله عندي هنا وابحث عن مستويات اكتر واعتقد ان احنا نروح لمستويات المية واثناشر طيب ده السيناريو السيناريو الاهم بالنسبالي هو تصحيح الموجة بتاعتي الموجة الثالثة اللي بدأت المستويات دي وكانت اعنف من اللازم ونزلت كمان قصرت مستويات الواحد وستين فيبو بيكان بيبو لكن في النهاية انا فوق دعم قوي جدا طالما الدعم ده ما اتقصرش معلقش ده مستويات الخمسة وتميلي ده مستويات ستة وتمانين جنيه وده اللي يهمني في هذا السامة طيب ام تقول ان السامة ده بقى سلبي تماما لو قصر للمستويات دي خصوصا ان انا اخد الاشهارة بشكل واضح من المستويات اللي عند مستويات الستة وتمانين لو قصرت ولكن ما زلت ارى ان السام قوي وما زلت ارى ان السامة سيسجل قمة جديدة وما زلنا حتى لو رحنا على المجدية لان الزخم بيزيد مش بيقل وده دليل واضح ان السامة لسه قوي طيب ما زلنا بنتوقع قمة جديدة وما زلنا بنتوقع اي توقع للمستويات ده يكون فرصة شرائية خلنا نروح فيه خمس ده ونشوف التصحيح بتاعنا انا نشوف ان انا عندي تصحيح مكتمل يعني انا اللي شاء واضح عندي ان انا عندي تصحيح مكتمل هل ممكن ننزل لعيد اختبار مناطق الستة وتمانين تاني ما قبل تكملية الترجاة الصعد ممكن لكن عشان يتأكد النظر اللي جابية قلنا لازم نقسم ستوات التسعين ونستقرفوا منها وما زلنا نبحث عن قمة جديدة تسه موهير وبالتوفيق